أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد مواصلة تعزيز مكانة مملكة البحرين وموقعها الريادي عبر دعم مسارات التطوير في مختلف المجالات ولفت سموه إلى العمل بروح الفريق الواحد والتنفيذ المتقن لكافة المبادرات والمشاريع الحكومية لدعم القطاعات الواعدة ذات الأولوية وتحقيق الأهداف المرجوة في رفض مختلف القطاعات بالمملكة وتعزيز تنافسيتها بما يدعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد حمد بن فيصل الملكي وزير شؤون مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات حيث طلع سموه على مشاريع الوزارة الداعمة للقطاعات الواعدة مشيرا إلى أهمية استمرار مسيرة التطوير في جميع القطاعات بما يسهم في رفض الاقتصاد الوطني وتوفير مزيد من الفرص الواعدة أمام أبناء الوطن وأكد سموه على أهمية تكثيف الجهود لتحفيز التنمية الاقتصادية في كافة القطاعات الحيوية بعزم متواصل يحقق غايات النمو المستدام فيما نوه سموه بالأهمية التي تحظى بها المشاريع الحكومية ودورها الاستراتيجي في دعم النمو الاقتصادي من جهته أعرب سعادة وزير المواصلات والاتصالات عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يبديه سموه من دعم دائم يحفز نحو مزيد من التطوير في قطاع المواصلات والاتصالات اشتركوا في القناة